موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثارت النوازل والمستجدات التي تصيب الناس في وقتنا الراهن وما يستتبعها من أحكام فقهية تحاول معالجتها شرعيا أثارت عصفة من الجدال في الساحة الإسلامية ولعل أبرز هذه القضايا جائحة حمى كورونا التي تصيب العالم والتي تداعت الدول الإسلامية لمواجهتها بجملة قرارات تحول دون تجمع الناس والتقائهم منعا لانتشار العدوى وتفشي الحمى كان أبرزها إلغاء صلوات الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد هذه القرارات التي استندت إلى فتاوى الهيئات العلمية الشرعية الرسمية لم تعد من مخالفين لها من علماء معتبرين في الأمة مشككين بصحة الحكم الفقهي القاضي بإغلاق المساجد ومثيرين جدلاً علمياً عن المقاصد وأثرها في الحكم الفقهي الاجتهادي للنوازل في ضوء هذه الأحداث تبحث حلقة اليوم من برنامج مقاصد الاجتهاد للنوازل وأثر المقاصد فيه أهلاً وسهلاً بكم للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا ترحيب ضيف الحلقة دكتور وصف عشورة بوزيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم دكتور وصف أهلاً بكم أستاذ جهاد وأستاذ المشاهدين بارك الله وفيك وفيك بارك دكتورنا لابد في البداية أن محدد مفهومين أساسياً ينبني عليه الحوار في هذه الحلقة كلها الاجتهاد والنازلة ما معنى الاجتهاد وما معنى النازلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولاه وبعد الاجتهاد قزر اللغوي مدت جهده وجهده هذه من الجهد واشتق منها الاجتهاد والجهاد معاً وهذا يعطي دلالة على أن الجهاد هو الذي يحوط حدود الأمة وحضود الأرض والاجتهاد هو الذي يحوط حدود الشريعة وأحكامها وقواطعها ومحكماتها وكل ما تشتمله الشريعة الإسلامية فالاجتهاد إذا كان من مدت جهده فهو بذل المجتهد بذل المجتهد جهده العقل والنفس للوصول إلى حكم شرعي على وجه يشعر معه بالعجز عن مزيد طلب حينما نقول بذل المجتهد يبقى هو المجتهد الذي يبذل مش أي واحد آخر غير المجتهد لأن هناك من يتصدى للاجتهاد والنوازل والمستقدات وهو ليس مؤهلاً لهذا الاجتهاد فالتعريف هنا واضح جداً بأن المجتهد هو الذي سيبذل وليس أحداً غير المجتهد المجتهد أم الفقيه هو الفقيه مجتهد والمجتهد فقيه جهده جهده العقلي والنفسي لأن العملية الاجتهاد أيضاً جزء منها الجهد النفسي الصبر والمصابرة على تلمس كل معنى وعلى طرق كل الأبواب الممكنة وعلى التأمل في الدلالات والتأمل في الأحكام وأقوال الفقهاء من قبل إذا كان لهم أقوال في المسألة إلى آخره بحيث أنه يشعر أنه قد عجز عن مزيد نظر ومزيد بذل جهد وأتى بما لا يمكن أن يأتي بغيره هو ده معنى الاكتهاب أما النازلة فمعناها ما ينزل بالمسلمين من أحداث ووقائع لم يسبق لها حكم في فقهنا الإسلامي أو سبق حكم في مساء المشابهة فيأتي الفقيه المجتهد للنظر في هذه النازلة في ضوء محكمات الشرع وكلياته ومعانيه الكبرى ومقرراته ومقاصده ليصل إلى حكم في هذه النازلة التي لم يسبق للفقهاء حكم فيها ولذلك سمية نازلة تنزل بالمسلمين أو المستجد شيء جديد لم يسبق فيه حكم فيعمل المجتهد بما احتوى عليه وبما حازه من علوم ومن مقومات وشروط المجتهد يعمل نظره في الأدلة الشرعية في النصوص الجزئية في المقاصد الكلية في المعاني في المقررات في التصور العام للشريعة الإسلامية لكي يصل من خلال هذا كله إلى حكم شرعي عملي في هذه النازلة طبعا ربما يكون من نافذ القول أن هذا الحكم الذي يصل إليه الفقيه بعد الاجتهاد واستفراغ الجهد للوصول إلى هذا الحكم هذا حكم ظني طبعا هو حكم ظني في الآخر ما هو حتى هناك تعريفات أخرى تقول للوصول إلى ظن بحكم ظن بحكم إلى ظن بحكم لأن القطعيات والكليات والثوابت في الشريعة الإسلامية لا يكون فيها اجتهاد هذا يعني أن الحكم الذي يصل إليه المجتهد ليس ملزما للمسلمين لا طبعا هناك فرق بين فتوى المفتي أو اجتهاد المجتهد وبين القاضي حكم القاضي حكم القاضي ملزم أما فتوى المجتهد أب المفتي أو الفقيه فليس فيها إلزام إلا إذا حازت إجمع الأمة بشكل عام الأمة أجمعت على حكم من الأحكام في نازلة من النوازل إجماع ليس فيه مخالف فهذا يكون ملزما طبعا إذا اجتهد مجموعة من الفقهاء دكتور لم ينعقد الإجماع ولكن اجتهد مجموعة من الفقهاء في تحرير حكم ظنيا شرعيا في نازلة من النوازل وليس فيها حكم آخر يعني كيف يحصل هنا ماذا يفعل المسلمون إذا لم يكن هذا الحكم مثلا أو هذه الملزما فماذا يفعل المسلمون هل يبقون بلا حكم إذا لم يكن هناك مخالف خلافا معتبرا لهذه المجموعة من العلماء فيجب على الأمة أن تتبع هذا الرأي مجوبا نعم لأنه لا مخالف أما إذا وجد مخالف بشرط أن يكون خلافا معتبرا لأنه كما قال كما قيل يعني وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظري لابد أن يكون لهذا الخلاف حظ من النظري يعني من الأدلة ومن سلوك مناهج الفقهاء والأصوليين في الاجتهاد وفي الوصول إلى ظن بحكم شرعي فإن لم يكن هناك مخالف فلا يوجد إلا رأي في هذه المسألة رأي واحد حكم واحد وبالتالي يجب على الأمة أن تتبع هذا الحكم وجه الوجوب يعني لماذا يجب دكتور خاصة أن نحن اتفقنا في البداية أنها غير ملزمة فما وجه الوجوب هنا غير ملزمة في حالة في تعدد في الآراء وفي تنوع في الاجتهاد وفي هناك من يقول بالجواز وهناك من يقول بالمنع عندئذ لا حرج ولا ينكر أحدنا على الآخر ولا المجيز ينكر على المانع ولا المانع ينكر على المجيز أما إذا لم يكن في المسألة إلا رأي واحد وأنا أتصور أن هذا لا يكون إلا في السوابت والكليات والقطعيات يعني مثلا قضية سبوت الهلال بالرؤية البصرية أو بالرؤية الفلكية الحساب الفلكي هناك خلاف فيها ولا يزال هذا الخلاف قائما حتى الآن رغم أن كل الجهات الرسمية والأنظمة وكذا تأخذ بالحساب الفلكي لكن لا تستطيع أن تنكر على من يتمسك بالرؤية البصرية فهذه مسألة فيها اجتهاد فبالتالي لا يمكن أن ينكر أحد فيها على الآخر السفر مثلا يجوز لك أن تصوم في السفر صيام الفريضة وحتى صيام النافلة ويجوز لك أن تفطر ولهذا كان الصحابة يقولون من الصائم ومن المفطر فلا يمكن المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر ويجوز لك أن تتم الصلاة في السفر لأن الأخذ بالرخصة ليس واجبا فهناك إذن إذا كانت المسألة خلافية وتحتمل تعدد وجهات النظر والآراء المتعددة والمتنوعة فهنا لا يوجد إلزام لفريق دون الآخر من الأمة أو لأحد بعينه دون الآخر وإنما يسعنا فيها ما يسع المسلمين عند الاختلاف اختلاف الفقهاء في التعدد والتنوع والآراء المختلفة أما إذا لم يكن فيها إلا رأي واحد وكما قلت لا أتصور هذا إلا في القطعيات والثوابت فيلزم الأمة أن تتبع هذا الرأي هل بقي لي أن أسألك هذا الحكم الاجتهادي إذا صدر في نازلة هل يعني يسقط الإلزامية عنه اختلاف عالم واحد فقط مع هذا الحكم أم ينبغي أن يكون هناك عدد من العلماء يعني المسألة أيضا هنا ليست بالعدد إذا اختلف عالم واحد واشتهر أنه هناك مخالف خلافا معتبرا وأنا أؤكد هنا لابد أن يكون الخلاف معتبرا يعني له أدلة وله نظر وله وجه من وجوه الاجتهاد والنظر الشرعي الفقهي فيكون الخلاف معتبرا هنا ويسع الأمة أن تتبع هذا أو ذاك دكتور ربما يعني الآن مضطرون نسأل أو نحن في حاجة نعرف مدى حاجة الفقه الإسلامي إلى الأحكام الاجتهادية في زمننا هذا تقريبا منذ مئة عام ولا توجد دولة إسلامية بالمعنى الإسلامي الحكم الإسلامي موجود فما حاجة المسلمين إلى فقه اجتهادي في وقتنا الراهن حاجة المسلمين إلى الفقه الاجتهادي أو إلى الاجتهاد والنظر والتأمل وتوصيف أحكام شرعية للمستجدات ولما يقع للناس في معاشئهم ومعادهم أمر مستمر منذ نزول الوحي إلى الآن وسيظل هذا إلى يوم القيامة والأمر ليس مرهونا بحاكم مسلم أو دولة مسلمة وإن كان للدولة دور كبير في رعاية العلماء ورعاية المؤسسات الشرعية الاكتهادية ولكن هذا كان دائما وأبدا منوطا بالعلماء وبطلبة العلم المميزين على مدى التاريخ والناس طوال التاريخ لم تكف عن السؤال ولا لاستفتاء ولا للذهاب للعلماء لسؤالهم ومعرفة الأحكام للنوازل والمستجدات والمسائل والقضايا التي يسألون فيها ويستفتون عنها وهذا لم يتوقف يوما من الأيام عندنا برامج إفتائية عندنا دور إفتاء عندنا علماء مستقلون عندنا علماء شعبويون جماهريون علماء رسميون والأمة ترجح إلى هذا وزاك رغم أننا في هذا العصر أصبنا بانتكاسة كبيرة في مؤسسات الإفتاء الرسمية وفي الجهات الدينية الرسمية الحكومية التابعة للحكومات إذ أغلب الحكومات الآن لا تمثل الإسلام بشكل حقيقي وبالتالي كانت هذه المؤسسات الرسمية تابعة لهذه السلطات ومن ثم سقطت أو في مجملها يعني إلا قليلا من أعين الجماهير التي لم تعد تجد سوى العلماء المستقلين البعيدين عن الجهات الرسمية ودور الإفتاء الرسمية يتوجهون إليهم ويستفتونهم عما أهمهم من أمر دينهم ودميهم نعم نذهب إلى فاصل مشاهدين الكرام بعد الفاصل نبحث العلاقة بين المقاصد والحكم الاجتهادي للنوازل التي تنزل بالمسلمين هذا فاصل قصير تعقبه عودة سريعة لمتابعة الحديث في موضوع الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن الاجتهادي في فقه النوازل وأثر المقاصد فيه دكتور وصفي يعني نريد أن تبين لنا من فضلك العلاقة بين المقاصد والاجتهاد بمعنى ما الحيز الذي يمكن المقاصد أن تشغله في الحكم الاجتهادي نعم يعني أولا المقاصد هي الغايات التي نزلت الشريعة الإسلامية لتحقيقها من أجل مصلحة العباد في الدنيا والآخرة يعني غاية الشريعة لماذا نزلت هذه الأحكام ما المصالح التي ستحققها هذه الأحكام حين تطبق في واقع الناس هذه هي المقاصد والاجتهاد قد عرفناه من قبل أما المقاصد وعلاقتها بالاجتهاد فالاجتهاد لو أذنت لي دكتور يعني قبل الحديث عن هذه الجزية أنت ذكرت أن المصالح كيف تطبط المصلحة ومن الذي يحددها موجود المصلحة حددها الشرع الشريف وهناك ضوابط للمصلحة وهناك مسالك للكشف عن هذه المصلحة أو المقاصد وهناك ضوابط لاعتبار هذه المقاصد هذا كله معروف لدى المختصين وثابت ومستقر وعدم الوعي بذلك هو الذي يؤدي إلى الانفلات وإلى استخدام المقاصد استخداما يعني يناقض الشريعة ومحكمات الشريعة ونصوصها الجزئية المقاصد تمثل مركزية أساسية في عملية الاجتهاد والإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يقول المقاصد قبلة المجتهدين انظر إلى هذا اللفظ وأنا أود أن المستدر المشاهدين يتأملوا المقاصد قبلة المجتهدين فكأن المجتهد إذا أراد أن يجتهد لابد أن يستقبل المقاصد كما أن المصلي المكلف المسلم إذا أراد أن يصلي من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وإذا لم يستقبل القبلة فصلاته باطلة فكذلك الاجتهاد إذا لم ييمم المجتهد وجهه شطر المقاصد فاكتهاده باطل وغير مسدد وغير صحيح ولن يصل إلى الحكم الصحيح كما لو أنك تجعل المقاصد أدلة مستقلة بذاته لا ليست أدلة مستقلة المقاصد أصلا هي المقاصد قسيم للأدلة وليست قسما ما معنى قسيم؟ قسيم يعني المقاصد لها علاقة بالقرآن لها علاقة بالسنة لها علاقة بالقياس لها علاقة بالإجماع لها علاقة بالمصلحة لها علاقة بالاستحسان بقول الصحابي بشرع من قبلنا إلى آخره المقاصد هي روح تسري في الأدلة أدلة الاجتهادية وفي الأحكام الفقهية وفي الفقه الإسلامي وإذا كان الإمام بن عطاء الله في حكمه الممتازة والرائعة والرائقة يقول الأعمال صور قائمة الأعمال هذه كأنها يعني صور لا حراك فيها صور قائمة جمادات وأرواحها أرواح الأعمال وجود سر الإخلاص فيها الإخلاص هو روح العمل فكذلك الأحكام الفقهية الأحكام صور قائمة وأرواحها وجود سر المقاصد فيها المقاصد هي روح الأحكام كما أن لا قيمة ولا فائدة ولا حراك لجسد ليس فيه روح سيكون جثة هامدة لا يتحرك لا أثر له لا فائدة منه فكذلك الأحكام وكذلك الأعمال كما قرر ابن عطاء الله فنحن نقول إن المقاصد هي روح الشريعة روح الأحكام وقد سمه الإمام الزركشي فقه الفقه فلسفة كده يعني كيف تفقه الفقه فقه الفقه والإمام ابن القيم يتحدث عن المقاصد ويقول هي الفقه الذي يدخل على القلوب بلا استئزان نفس كده تتلقاه كما لو إن واحد يشرب كوبا من اللبن لبن الحليب الصافي الأصيل الذي ليس فيه غش وليس فيه يعني يكدره فهو يتسق مع الفطرة السليمة يتقبله العقل برحابة وبترحاب وباستحسان وكذلك يحقق مصالح الناس ويحقق مقاصد النصوص وتطبيق النصوص في الواقع لماذا نحن نطبق النصوص في الواقع؟ لتحقق مقاصدها ما هي هذه المقاصد مذكورة في النصوص الشرعية وهناك طرق أخرى اجتهادية تستنبط بها المقاصد فنحن نقول إن المقاصد عبارة عن روح للشريعة روح للاجتهاد روح للنظر والتأمل والاستنباط والإفتاء والاستفتاء والمقاصد يستفاد بها أو يستنجد بها على وجهين من الوجه الأول فهم النص الشرعي لأنه لا يمكن أن نفهم النصوص الشرعية إلا بالمقاصد مقاصد الشريعة الشريعة مضافة للمقاصد والمقاصد مضافة للشريعة فلا شريعة بلا مقاصد ولا مقاصد إلا من داخل الشريعة لأن المقاصد لا تؤتى أو لا يؤتى بها من خارج الشريعة وإنما من داخل الشريعة المقاصد بنية داخل النصوص جزء من النصوص حياة داخل النصوص جزء من بنية النص الشرعي نزل الوحي بها كما نزل بالنص الشرعي والوجه الآخر الذي يستفاد به من المقاصد ويستدل به ويحتمى به ويستظل بظله هو النظر لاجتهادي الفقهي الإفتائي في النوازل المستجدات المعاصرة بحيث أن المقاصد هذه أفق أفق رحيب للمكتهد يسبح تحته وهو مطمئن يستظل بظله وهو مرتاح لا يمكن أبدا لفقيه مكتهد مفتي أن ينظر نظرا شرعيا في مستجد أو في نازلة وهو مستظل بظل المقاصد وضابط نفسه وحركته الفقهية الاجتهادية بالمقاصد ويضل أبدا لا يمكن أن يضل لا يمكن أن ينحرف كالذي ينطلق من مكان إلى مكان آخر وهو يعلم نقطة النهاية لا يمكن أن يأتي إلى اليمين ولا إلى الشماه لا بد أن يسلك أكثر الطرق اختصارا إلى نقطة النهاية التي يريدها وبالتالي لن يحدث له انحراف لن يحدث له التواء لن يحدث له خطأ لن تحدث له غفلة لأن عينه على الهدف ومدامت عينه على الهدف فلن يحدث له أي انحراف أو خطأ أو التواء أبدا طيب يعني لو دخلنا في صلب الموضوع موضوع الآن إغلاق المساجد هذه الفتوى يعني إلغاء صلوات الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد هذه أثارت جدلا كبيرا وهناك علماء معتبرون رفضوا هذه الفتوى معللين بأنها ليس لها مثال سابق في التاريخ الإسلامي نريد أن نعرف منك دكتور وصف أنت من الفريق المؤيد لهذه الفتوى أسس هذه الفتوى ما أسسها طيب هو يعني أولا نحن نريد أن نتوقف عند عدد من النقاط أولا قبل أن ندخل في صلب الموضوع متصلة بهذا الموضوع النقطة الأولى أن الفتوى الموجودة في الساحة مع هذه النازلة هي ظاهرة صحية لا ينبغي أن ننظر إليها نظرة سلبية لأنه وارد أن تتعدد فيها وجهات النظر وهي تحتمل الآراء والابتهادات المختلفة وبالتالي نحن نتعامل معها بهذا النظر الراشد والفقه الواعي بأننا لا نخطئ فريقا كل فريق له أدلة محترمة ومرعية وموجودة في القرآن والسنة هذه واحدة الأمر الآخر أن العاطفة الدينية الهائلة التي رأيناها في الأمة ورأينا المؤزنين يبكون ورأينا الناس يعني كل مكلومة بسبب حرمانها من الجمع والجماعات وأغلبها يعني أول أمس رأينا في يوم الجمعة يعني حينما غاب الناس عن المساجد أو غيب الناس عن المساجد ومنعت صلاة الجمعة وجدنا هذه العاطفة الهائلة والكبيرة والكتابات على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا أيضا دليل صحة ودليل قوة في هذه الأمة أن الدين متجزر في هذه الأمة لا يمكن أبدا أن يخفي هذا الدين استبداد طغيان معاملة وحشية معاملات غير إسلامية هذا الدين سيظل مركوزا في الأمة وستظل الأمة حريصة على دينها وعلى شعائر هذا الدين وعلى مشاعره الكبرى والعظمى إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها الاكتهاد في هذه المسألة أنا أعتقد وأؤمن تمام الإيمان بالقضية العلمية الفنية في مثل هذه القضايا والإسلام يؤمن بهذا أيضا الإسلام يقرر هذا بشكل واضح وجلي ويأمر به يعني لا يقرره فقط لكن يأمر به الله تعالى قال فاسأل به خبيرا لابد أن نرجع إلى أهل الخبرة في هذا المجال الفقيه لا يمكن له أن يفتي وحده في مثل هذه النوازل الفقيه ما حدود الفقيه هنا الفقيه سيقول أن صلاة الجمعة واجبة صلاة الجماعة فرض كفائي على أقوى الآراء أو على أكثر الآراء علوا في الأحكام عندنا خلاف في صلاة الجماعة هناك من قال إنها فرض عيني على كل مسلم هناك من قال إنها فرض كفائي هناك من قال إنها سنة مؤكدة والراجح أنها سنة مؤكدة وهناك من يرجح أنها سنة فرض كفائي بحيث إنها يعني المحلة الواحدة أو المكان الواحد تقوم فيه صلاة جماعة ويكون فيه أزان وإقامة إلى آخره ولذلك بعض الفقهاء زي الإمام الجويني وغيره فقهاء كثيرون رأوا أن الحاكم إذا وجد الناس يتواطؤون على عدم إقامة الأزان وصلاوات الجماعة عليه أن يحملهم عليها ويقاتلهم عليها لأنه ترك المندوب بالكلية حرام أما تركه بالجزء يعني أنا تركت صلاة جماعة مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر إلى آخره لا إسم علي لكن أن أنوي أن أترك كل صلاوات الجماعة وأن أنوي أن أترك كل ذهاب إلى المسجد فدخلت هنا في الحرمة ترك المندوب بالكلية يؤدي بك إلى الحرام فاحترام القضية الفنية تقدير القضية الفنية والرجوع إلى أهل الخبرة والله تعالى قال فاسألوا أهل الزكر من أهل الزكر وأهل الخبرة هنا في هذا المجال هم الأطباء هم المختصون في الفيروسات في هذا المجال في التحاليل في كل شيء إبقى لابد أن تتأسس فتاوى الفقهاء على تقارير الخبراء في هذه القضايا المستجدة ونحن نعيش في عصر متشابك معقد كل قضية من القضايا تجد فيها زوايا متعددة ومتنوعة يعني أنا رأيت من يتحدث عن الأبعاد النفسية في مسألة حمى الكورونا هذه رأيت من يتحدث عن الجانب الاقتصادي فيها والخسائر الهائلة التي ستؤدي بالعالم إلى خسائر فضيعة ونحن الآن موجود هذه الخسائر رأينا من يتحدث عن ناحية طبية وناحية بيولوجية والحروب ضد لكن لو أصبنا الموضوع مباشرة من فضلك حتى لا يدرك أن الوقت أنا أريد أن أعرف أن أسس العلمية وأنت تحدثت عن الجانب الفني والعلمي لفتوى أغلاق المساجد ما الأسس العلمية لهذه الأسس العلمية هذا جانب الخبرة وجانب الفن هذا الجانب الفني هذا أصلي وأساسي فيها والجانب الآخر هو الجانب الشرعي كل من عارضوا منع صلوات الجمعة والجماعات استندوا إلى النص الشرعي وأنا في نظري لم يراعوا القضية الفنية وخطورتها وهي وهي أن هلكت النفس يعني في المساجد هلكت النفس في المساجد نعم في المساجد لماذا العدوى ستنتشر ونحن سمعنا كثيرا من فنيين وخبراء في هذا أن الإنسان قد يحمل هذا الفيروس وهو لا يدري ولا تظهر عليه أعراضه لمدة 14 و15 يوم وبالتالي هو ناقل لكن هذا على غلبة الظن وليس على اليقين دكتور يعني هذا الكلام ما هو الأحكام الفقهية مبنية على غلبة الظن وليس مبنية على القطع قليل من الأحكام أو بالأحرى ليس غلبة الظن وإنما الظن وإنما الظن وماله نحن ولا يغلع عفوا دكتور يعني هنا ثمة من يقول بأن دخول المسجد ليس فيه ليس فيه مهلكة بدليل أن هذه يعني ليس منتشرا بالقدر الكافي وأنه العدوى ليست متحققة مئة بالمئة داخل المسجد وفحص الناس قبل الدخول إلى المسجد نعم نحن نقول هذا فعلي أنا قلت هذا شخصيا وقلت يجب أن نأخذ بكل التدابير الممكنة لم يأخذ بهذه التدابير قبل أن نمنع لا أخذ قبل أن نمنع أن نمنع صلوات الجمعة والجماعة يجب أن نأخذ كل التدابير الحامية والواقية من انتشار ونقل هذا المرض من إنسان لآخر ثم إنه حضرتك بتقول العدوى أو الخطر لن يتحقق مئة بالمئة إحنا هل ستنتظر الشريعة الإسلامية حتى يتحقق الضرر مئة بالمئة لا الشريعة جاءت في التعامل مع الضرر بثلاثة مراتب المرتبة الأولى أو الوجه الأول منع الضرر نعم أن يمنع أصلا فلا يتحرك من مكانه هذا الضرر الضرر هنا وهذه الشريعة الإسلامية الضرر أراد أن يتحرك تمنعه الشريعة الإسلامية من الحركة لا يتحرك فإذا تحرك وكان قويا تدفعه دفع الضرر الشريعة الإسلامية تدفع الضرر حتى لا يقع على المكلفين فإذا ما وقع بسبب تقصير أو بسبب عدم أخذ التدابير أو كذا نلقى هنا إلى رفع الضرر فالشريعة تمنع إذا أراد أن يتحرك وتدفع إذا تحرك وترفع إذا وقع فنحن الشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص على النفس البشرية إذا كان هناك احتمال واحد بالمئة للضرر على الناس واحد فقط سيموت هو أعز على الله تعالى من المساجد ومن صلوات الجماعة لكن لكن هذا الأمر تم من السابق يعني جاء الماعون في السابق في دمشق أصيبت بالطاعون ولم يغلق عمر بن الخطاب المساجد ومن أدرك أنه لم يغلق النبي عليه الصلاة والسلام قبل سيدنا عمر وقبل كل الصحابة وقبل كل المسلمين قال صلوا في رحالكم لماذا صلوا في رحالكم ما الأعزار المرض المطر الخفيف أو الشديد الخوف يعني مجرد المطر في الشارع وأنت لن تضرب المطر هذه أسباب عامة أسباب عامة لكن الطاعون بسبب خاص أنا يمكنني كإنسان أن أذهب إلى المسجد في وقت المطر الشديد وأنا أقول كلامها قد فعلته من قبل لكن لا أستطيع أبدا أن أجازف وأن أجاسر وأذهب إلى مكان فيه هلكتي طيب فكيف أن الشريعة الإسلامية يعني تمنع الناس من الذهاب للمساجد بسبب المطر الخفيف أو الشديد أو الريح أو الخوف حتى الخوف المحتمل ليس الخوف المحقق الخوف المحتمل في احتمال أن أن فيه شيء سيتعرض لي في الطريق أي حيوان مفترس أي شيء أي حد يريد أن يأيه أبقى بي ضررا وأنا عندي ظن بهذا لا أذهب إلى المسجد أصلي في بيتي فكيف أن الشريعة الإسلامية تمنع للناس من صلاة الجماعة وشهود صلاتها في المسجد لهذه الأسباب ولا تمنعها لما يؤدي بالنفس إلى الهلاك وإلى الموت الحديث عن دكتور لو أذنت لمعذرة فكرتك واضحة لكن الحديث عن فتوى إغلاق المساجد يعني هذه ليس لها سابقة في التاريخ الإسلامي وإذا ترتب على ذلك مصلحة رأاها ثم تمنير أن هذه فتوى هي في الأصل السياسي أكثر منها فتوى شرعية بمعنى أن الفقهاء هم تبعوا الساسة الذين قرروا هذا القرار وهم تبعوهم وحللوا لهم هذا المساجد لا 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 ليس هذا صحيحا أبدا على الإطلاق بدليل أن في نسة معارضة لإغلاق المساجد وأنا أقول المساجد لا تغلق لا يلزم من إلغاء صلوات الجمعة والجماعات أن تغلق المساجد المساجد تظل مفتوحة يقام فيها الأذان الإمام الراتب موجود يصلي بالمؤزن إن كان موجودا وإن لم يكن فيصلي الإمام الراتب وحده في المسجد وفي المذهب المالكي عندنا قول بأن بل هو المشهور في المذهب المالكي والمعتمد أن الإمام الراتب بذاته جماعة هو الوحد جماعة إذا إحنا لم نغلق المساجد ثم هناك مسألة مهمة جدا نعم وهي إن حفظ النفس ده مقصد كل مقصد كل أصلي صلوات الجماعة في المسجد هل هي تدخل في أصل حفظ الدين ولا في مكمل حفظ الدين في مكمل حفظ الدين وكلي النفس يقدم على جزئي الدين بلا خلاف بين الأصوليين على أن هذا الترتيب غير مسلم يا أخي حفظ الدين ليس مقدما على حفظ النفس عند كل الأصوليين لكن دكتور وصفي معذرة يعني صلاة يعني مثلا إلغاء صلوات الجماعة صلاة الجماعة في الحالة العادية في المسلمين في المسجد ترى مسجدا فسيحا كبيرا لا يدخل إليه 30 شخص هؤلاء يمكن توزيعهم بحيث لا يقترب الواحد من الآخر ثلاث أمتار وهي مدة وهي مسافة آمنة حتى طبيا بالحساب الفني الذي تحدثت عنه شوف يعني فيها فيها إشكالية هذه صلاة الجماعة لم تلغى صلاة الجماعة ألغيت في المساجد صلاة الجماعة قائمة في البيوت عن المساجد الحديث عن المساجد نعم لكن أنا أقول الناس يقول لك منع صلاة الجماعة في المساجد كأن صلاة الجماعة ألغيت بالكلية يا أخي في بيتك تقوم صلاة الجماعة ولك أجر الجماعة ولك أجر ذهابك إلى المسجد إذا منعت من المسجد لعذر شرعي النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مريض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا أنت كنت تذهب إلى المسجد إذن لا دعي المساجد بعد الآن لا ما نقولش كده لا دعي المساجد في هذا الوقت هذا الوقت الخطر على النفس قلنا حفظاً كل الشريعة الإسلامية نزلت من أجل النفس البشري وحتى الدين اسمعني نقطة دين الأصوليون الذين قدموا النفس على الدين قدموها بهذا الاعتبار بأن الدين لا يقوم إلا بالنفس كيف سيقام الدين في الأرض بدون أنفس تور الهلاك ليس متحققاً في المسجد يعني أقصد معذرة حتى أنا أناقشك وأحاورك متبنياً رأي المخالف ليس رأيي أنا طبعاً بالقضية الفنية يعني دخول الناس إلى المسجد ليس متحققاً فيه الهلاك ولا حتى في غلبة الظن حتى رأيك احتمال دكتور يعني حتى مثلاً لو دخل خمسون واحد إلى صلاة الجميع وهذا الرقم العادي مسجد فسيح ثلاثون إلى أربعون شخصاً أو خمسون في أحسن الأحوال يمكن المباعد بينهم ثلاثة أمتار وبالتالي يعني تنتفي القضية العدوى وقضية الهلاك فلماذا لجئ مباشرة إلى أغلاق المساجد يعني هذه قضية يرى بعض العلماء أنها قضية خطيرة وسابقة في تاريخ الإسلام ويمكن بعد ذلك إذا رأى الحاكم أي مصلحة أن تغلق في أي وقت المساجد وتصبح عادة المساجد أغلقت من قبل في عهد القرامطة وفي غير القرامطة وهناك أربعين حالة موجودة في التاريخ الإسلامي أغلقت فيها المساجد هل نعيش زمان القرامطة الآن؟ أغلقت فيها المساجد غير العصر الذي نحن فيه الآن موجودة في التاريخ ومبسوسة في كتب التاريخ هذه واحدة الأمر الآخر إذن الفقهاء الذين يغلقون الآن المساجد يتشابهون مع القرامطة؟ لا بسبب القرامطة يعني القرامطة أنا أقصد إغلاق المساجد دائما القرامطة أرعبوا الناس فالناس لم يذهبوا للمساجد بسبب الخوف فما بلك بشيء مهلك شيء مهلك الآن ثم لا أنا ولا أنت نفتي في مسألة أن الناس يصلي فرادة بعيدين في المسجد لاجتماع الناس متحقق لو واحد عطس داخل المسجد أنت شيء في الناس الآن حالة رعب وهلع فضيع أي واحد يعطس في الشارع تجد الناس مرعوبة وأصابتها حالة من الهلع والفزع والجري بعيدا عن العاطس هذا فهذه المسألة يقررها أهل الخبرة يا أهل الخبرة يا أطباء يا مختصون في الفيروسات ونشأة الفيروسات وتوليدها هل هذه الصورة تنقل العدوى أم لا؟ إذا قالوا لا خلاص يدخل الناس للمساجد ويصلوا بهذه الهيئة على أن هذه الهيئة ليست هي هيئة الصلاة أصلا الصلاة الكتف في الكتف والقدم في القدم والصفوف مترصة متساوية هذه هي الصورة ثم إن صلاة الجمعة لماذا سميت جمعة؟ يا أستاذ جهاد ويا أيها السادة المشاهدون سميت جمعة لأنها تجمع الناس تحشد الناس يتلاقى الناس فيها عيد في الأرض وفي السماء تقام في مكان مشتهر ومعروف للناس أنه صلاة جمعة ومفتوح للناس ومعروف أن هذا هو مكان صلاة الجمعة وبالتالي أنا شخصيا لا أميل إلى صلاة الجمعة في البيوت لأن صلاة الجمعة في البيوت لا تتحقق بها حقيقة صلاة الجمعة ولا تتركب عليها مقاصة صلاة الجمعة إلا اللهم إلا من مسألة الموعظة إذا جمع الإنسان أهله وأولاده والخدم اللي في البيت وكذا لا يعني لا يتوسح في هذا حتى لا تنتقل لأنه الآن هناك في توجيهات طبية بأن الناس تلزم بيوتها لأنه لو فتح فتح الباب للجيران الأصدقاء يبقى كأنه مسجد خلاص الأمر أصبح فيه احتمال كبير لانتقال العدوى لكن مع ذلك أنا لا أنكر على من يصلي في البيت صلاة الجمعة لا أنكر عليه ذلك لأنه في المذهب الحنفي موجود سلاسة يصلون سوى الإمام أو سنين سوى الإمام لكن الذي قال بهذا الرأي فاته أن الأحناف الذين قالوا بهذا الرأي شرطوا أن يكون في مكان مشهور ومعروف للناس ومفتوح يدخله الناس مما يؤخذ على هذه فتوى فتوى إغلاق المساجد أو حتى إلغاء الجماعة أن الأسواق لم تغلق الأسواق موجودة والناس منتشرة فيها فلماذا تغلق المساجد ولا تغلق الأسواق مفتوح الأسواق والأسواق مغلقة والمولات مغلقة وكل شيء أصبح مغلق الآن وحتى هناك بلاد عفوا هناك بلاد فرضت حظر تجول ممنوع تنزل الشال يعني تونس سبقت في هذا والآن بقالها من بداية ظهور الفيروس وهي فرض حظر التجوال وهناك حديث في بلاد متعددة سيفرض هذا الأمر على الناس طيب من الطبيعي أن يسأل المسلم عن المصلحة المتحققة من وراء إغلاق مسجد بسبب حمى نسبة الهلاك فيها 2% ونسبة الشفاء فيها 80% أين المصلحة هنا؟ أولا المساجد لم تغلق يا أستاذ جهاد المساجد مفتوحة وموجودة والأذان يقام فيها لكن صلوات الجماعية التي منعت المساجد توقف الأذان لا الأذان موجود وإذا منع الأذان هذا لا يجوز والمسجد لا يغلق يظل مفتوحا لأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لكنها مغلقة لا إغلاق المساجد خطأ إذا كان في مساجد المساجد المغلقة فيه كده بيبقى مكان خارج المسجد أو يعني ملحق بالمسجد من الخلف مفتوح لمن أراد يأتي أن يصلي وصلي لا مانع من هذا لكن الأذان داخل المسجد بيقام كما رأينا في الشاشات وتابعنا والناس اللي بتؤذن وتبكي ويقولون صلوا في رحالكم إلى آخرين لا تجد المؤذن وحده ولا للإمام معه هذا موجود في كل البلاد فالمساجد لم تغلق الحمد لله ولا يجوز لها أن تغلق لا يجوز لأحد أن يغلقها على الأمن فقط أن يطمئن أن المساجد لا يقام فيها صلوات الجماعة حفظا لأرواح الناس وتنفيذا لقرار السلطات والجهات المختصة المؤتمنة على الدين والمؤتمنة على أرواح الناس يجب أنا أقول هنا يجب وجوبا شرعية لكنك في بداية حلقة كل دكتور وصف في بداية حلقة في بداية حلقة في هذه القرارات أن هذه الأنظمة والسلطات لا تمثل الإسلام تمثيلا حقيقيا فكيف هي الآن مؤتمنة على تطبيق الدين من خلال هذه الفتاوى نعم أنا قلت في مجمالها لكن هناك جهات يعني جهات حينما تصدر مثل هذه القرارات بشكل متجرد لا علاقة له باستبداد ولا علاقة له بطغيان وإنما يستهدف حفظ أرواح الناس يجب على الناس أن تستمع لهذا خصوصا إذا أيد هذا الكلام من الفنيين والخبراء بفتاوى شرعية موجودة وأنا شايف أن معظم الفتاوى الصادرة عن الجهات الرسمية والشعبية ترجع الناس إلى الخبراء وتلزم الناس وجوبا شرعيا بأن يلتزموا بهذه القرارات وبهذه التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة طيب قبل أن أنتقل معك إلى المحور الأخير دكتور يعني نعود قليلا لو أذنت لحتى نحرر المسألة حتى يتشبع المشاهد الكريم يعني طاعون عمواس الشهير الذي وقع في دمشق في عهد خلافة عمر بن خطب رضي الله عنه لم يؤثر عنهم أنهم أغلقوا المساجد ومنعوا الجماعات وإلى آخره يعني هذه الفتاوى وهذا القرار ربما ليس له مثال سابق في التاريخ الإسلامي ألا هذا يطعن في علمياته وفي أسسه الشرعية؟ لا خالص لا يطعن في علمياته لماذا؟ لأنه إغلاق المساجد الطاعون الذي تتحدث عنه مختلف عن الوباء الموجود الآن الوباء الموجود أصبح عالمي حركات التنقل لم تعد كما كانت العزل التي كانت مفروضة على الناس قديمة لم تعد مفروضة الآن بشكل كامل وكافي ما زلت حركات الطيران تمشي ما زلت ناس يتلاقون في الشوارع في أماكن العمل الحركة الحياة اختلفت وبالتالي يجب أن تختلف الفتوى حتى لو لم يكن لها نظير سابق فأحنا عندنا حفظ النفس ده مقدس من مقدسات الإسلام كل ما يحول دون حفظ النفس يا أخي ده سيدنا عمر بن ياسر سب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سيف الإكرار وسب النبي مخرج من الملة باتفاق لكنه كان قلبه مطمئنا بالإيمان وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني أتيت وأمر ماذا حدث يا عمر قال يعني تحت الإكرار سبت سببتك فقال له كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال له إن عادوا فعد وده سب الرسول عليه الصلاة والسلام فما بالك بصلاة جماعة صلاة الجماعة سنة نحن لا نقلل من شأن صلاة الجماعة والناس سيؤدونها في البيوت وسيؤدونها في العمل إذا كانوا مع بعض بشكل آمن وبشكل مطمئن للناس وغير نقل العدوى فصلاة الجماعة سنة كهو الراجح في صلاة الجماعة أنها سنة وصلاة الجماعة ستقوم في البيوت يعني لم تمنح صلاة الجماعة وإنما منعت من المساجد حتى لا يتلاقى الناس المختلفين من كل مكان فيكون ذلك مظنة انتقال العدوى طيب مشاهدين كرام لنا عودة لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة ولكن ليس قبل الذهاب إلى فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا هذه دكتور وصفي يعني جزئية أخيرة في موضوع إغلاق المساجد يعني هناك من قال أن هذه فتوى فتوى إغلاق المساجد هي حقيقة يعني تتويج أو ثمرة طبيعية للمدرسة المقاصدية التي تنتهج الترخيص تقريباً يعني أن يكون الرخصة يكد يكون هو الأصل فهي التي أوصلت إلى هذا إلى هذه السابقة في الإسلام نعم فما رأيكم طيب هو الذي ينظر هذه النظرة هو جاهل بالشريعة وبالمقاصد في وقت واحد ومتأثر بالتطبيقات الخاطئة والمخطئة التي تصدر عن غير المؤهلين بتحت راية المقاصد وبحقة المقاصد المقاصد كما قلنا في بداية هذه الحلقة هي روح الأحكام وأي اكتهاد لا يراعي المقاصد هو اكتهاد باطل واكتهاد خاطئ ومخطئ سوف يصل إلى طريق خطأ ولن يصل إلى حكم صحيح المقاصد كما يعرفها أهل الزكر وكما يعرفها المختصون فيها وكما يعرفها المتمرسون بها والمتشبعون منها إن هي روح الأحكام وأن لها طرقاً للكشف عنها وأن لها ضوابة للاعتبار وأن لها قواعد حاكمة وضابطة لها مقاصد هذه ليست مجرد أن واحد خدمة جستر والدكتوراه في المقاصد أصبح عالم في المقاصد ولا ينبغي أن تحملنا التطبيقات الخاطئة على إلغاء المقاصد وعلى النظرة السلبية للمقاصد لا نحن ندافع عن هذا ونقول عند ذلك إن المقاصد لها طرق ولها مسارك لكشف عنها ولها ضوابة للاعتبار ولها قواعد تحكمها وتضبط العمل بها وتنظم الاكتهاد والنظر فيها أما النظر لها هذه النظرة السلبية يذكرني بمن نادوا بغلق باب الاجتهاد قديماً لماذا نادوا بذلك؟ لأن هناك من ليس مؤهلاً للاكتهاد والفتوى مارس الاجتهاد والفتوى فأخطأ وضل وأضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تخذ الناس الرؤوسة لنجه هالم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فنادى فريق من العلماء بإغلاق باب الاجتهاد هذه الدعوة وهذا النداء خطأ لأننا إذا تجرأ غير المؤهلين على الاجتهاد يجب أن نقول نبرز شروط الاجتهاد ضوابط الاجتهاد وأن هؤلاء ليسوا مؤهلين للاجتهاد فهذه الفتوى ليست بهذه النظرة إنما هي نابعة من نفس الشرع ومن صلب الشرع الآمر في كل تدابيره بالمناسبة بحفظ النفس الدين قائم على حفظ الدين وحفظ النفس والدين لا يقوم إلا بالنفس فالنفس هي الركيزة والمركزية الأساسية لكل الشرائع لماذا تضع الدساتير لماذا تضع القوانين لماذا تضع الشوارح والشرح للقوانين ومذكرات التفسيرية من أجل الإنسان الشرع كلها نزلت القرآن كل حديث إما للإنسان أو عن الإنسان فلا يمكن أبدا أن نخاطر ونغامر لترتب على هذه المغامرة إهلاك الإنسان موت الإنسان ولو نفس واحدة من أجل إقامة سنة والسنة هذه تقام في البيوت أصلا فما وجه المشكلة لا توجد مشكلة أبدا طيب دكتور يعني الاجتهاد المقاصدي إذا نسبنا الاجتهاد المقاصد وثم تمن لا يرى في هذا الإضافة يعني الاجتهاد للنوازل ما الخطوات أو الأركان أو الملابسات التي يمر فيها الحكم مصولا إلى الحكمة صحيح أنا قلت أن الاجتهاد لا يكون إلا مقاصديا والمقاصد يجب أن تراعى في الاجتهاد وبعض الناس يقول لك هؤلاء النصوصيون وهؤلاء مقاصديون هذه قسمة خطأ أيضا لأن النصوصية لا يكون إلا مقاصدي وأنا أتعبد إلى الله بأنني نصوصي أتبع النصوص الشرعية وأفهمها في ضوء مقاصدها ولا أبدل ولا أغير ولا أضرب النصوص بالمقاصد ولو أعطل النصوص بغياب المقاصد وأن المقاصدي لا يكون إلا نصوصيا لأن المقاصد والنصوص كتلة واحدة بنية واحدة لا تعارض بينها لا انفتاك ولا انفصام بينها كيف نكتهد في مثل هذه النوازل؟ عدة أمور أول أمر أن نحيط علما بالنصوص الشرعية المتعلقة بهذه الحادثة نصوص حفظ النفس نصوص أن الإسلام كله نزل لحفظ هذه النفس ولرعاية مصالحها في الدنيا والآخرة ونصوص المساجد وأحكام المساجد والنصوص المتعلقة بالطاعون وبالمرض وبكذا إلى آخره كل النصوص المتعلقة بهذا الأمر لا بد أن نحيط بها علما وأن نستحضرها وأن نجمعها كلها في سياق واحد ونفهم بعضها في ضوء بعض هذه أول خطوة الخطوة الثانية فقه هذه النازلة وفقه الحيثيات المختلفة لهذه النازلة وسؤال الخبراء الخبراء النفسيين خبراء الاقتصاد خبراء الطب خبراء العلماء للبيولوجيا علماء الفيروسات والمختصين فيها لا بد وواقع هذه الحادثة ما هو واقعه الآن لا بد أن أحيط به علما وأن يرفع إلى الفقيه هذا الواقع بشكل أمين ومطابق لما هو عليه تماما لأن نقل الواقع بشكل غير أمين ومطابق للواقع سيؤدي في النهاية إلى استنزال فتوى خطأ كما يحدث لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وإذا لم أتصور هذا الشيء تصورا صحيحا ويصور لي تصويرا صحيحا فلن أفتي فيه إفتاءا صحيحا على الإطلاق الأمر الآخر هو رعاية المآلات أن أنظر إلى المآلات إذا أنزلت هذا الحكم على هذه الواقعة ما مآلات هذا التنزيل وهذا الاقتهاد هل المآلات سيكون فيها مفاشد أكبر وهنا يأتي فقه الموازنات أم مصالح أكثر أم استواء بين المصالح والمفاسد أم مصالح دون مفاسد أم مفاسد دون مصالح كل هذا ينظر إليه الفقه ويرعيه وأنا أشبه المكتهد بسائق السيارة سائق السيارة يمشي في الطريق ماسك القيادة أداة القيادة وينظر في المرآة اليمنى وينظر في المرآة اليسرى وينظر أمامه للسيارة التي أمامه وللسيارة التي أمام أمامه وهذا هو المآلات أمامه إلى الخلف لينظر كيف هي الأمور وبهذه الصورة يقود قيادة صحيحة أما إذا كفأ نظره في الأرض أو نظر أمامه فقط أو إلى اليمين فقط أو إلى الشمال فقط أو إلى الخلف فقط لا شك أنه ستحدث له حوادث ويؤدي به إلى الهلاك فالفقيه على صغر عظيم وعلى ميزان حساس يوازن ينظر المآلات ينظر النصوص الشرعية ينظر الواقع حركة تطور الواقع وهكذا الفقيه عمل دقيق جدا جدا وقد تتغير الفتوى بتغير حيثية واحدة بتغير واحد في المئة من النسبة التي أمامه بتغير معلومة واحدة من المعلومات تتغير الفتوى تماما فهد فالإفتاء عملية متشابكة والاجتهاد عملية معقدة يراعي فيها الفقيه نصوص الشرع يفهمها فهما صحيحا ويراعي فيها الواقع وحركة تطوره لكي ينزل الحكم الشرعي إنزالا صحيحا مراعيا للمآلات وموازنا بين المصالح والمفاق بقي لنا نسألك السؤال الأخير هو ربما في أقل من دقيقتين الأثار المترتبة على أعمال المقاصد في فقه النوازل الأثار المترتبة على أعمال المقاصد الإفتاء الصحيح النظر الصحيح الاتساق مع الفطرة قبول العقل والقبول الشعبي العام للفتوى إرضاء الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قرن النصوص بالمقاصد في القرآن وقرن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص بالمقاصد في السنة فكثير من النصوص في القرآن تشير إلى مقاصدها وكثير من النصوص في السنة تشير إلى مقاصدها فالمكتهد حينما يتحر المقاصد فهو يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يفتي بشكل صحيح يحقق المصلحة بشكل صحيح تلقى فتواه القبول العام من خلال اتساق مع الفطرة والقبول العقلي العام لهذه الفتوى أشكرك بارك الله فيك مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختم حلقتين هذه نرجو السلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين في العالمين العربي والإسلامي أشكر في نهاية هذه الحلقة دكتور وصفية عشور أبو زيد أستاذ مقاصر الشريعة الإسلامية شكرا لكم في حراسة الله تعالى وتنفيقه اشتركوا في القناة